ينضم إلينا من القاهرة الدكتور هاني رسلان رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يعني الكل ينتظر ويترقب البيان الذي سيصدر من قبل الجيش السوداني نتيجة للأحداث الأخيرة المتواصلة في السودان ولعلك متابع لهذه الأحداث إذن ما الذي يمنع أو لماذا تأخر هذا البيان من قبل الجيش السوداني؟ طبعا من الواضح يعني أن هناك تأخر كبير في إصدار هذا البيان وهذا يدل على وجود انقسام كبير لم يتم معالجته حتى الآن داخل الأجهزة الأمنية والقوة الرئيسية في السودان وهي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وأيضا بعض الأجهزة الأمنية الشعبية التي تقع تحت سيطرة قادة من الحركة الإسلامية السودانية وهي بين قسين أخوان السودان طبعا الساعات الحالية هي حارقة للغاية لأن هناك خيارين إما أن يكون هذا انقلاب قصر يعيد إنتاج النظام السابق تحت الآفتات جديدة وبأسماء مختلفة مع الاحتفاظ بنفس السياسات والتوجهات أو الهيمنة على مقاليد السلطة أو أن يكون تغيير باتجاه تلبية مطالب الجماهير نحو حرية وديمقراطية وعدالة وسلام وهذا أمر حتى الآن محفوف بكثير من المخاطر لأنه رغم نجاح الثورة الشعبية والانتفاضة في السودان في تنحية البشير إلا أن الوضع الجديد أيضا سوف يواجه مشاكل كبيرة ومعقدة بسبب ما هي هذه المشاكل المعقدة التي خلفها هذا النظام ما هي هذه المشاكل المعقدة التي تكلمت نعم هذا النظام طبعا كما نعرف حكم السودان لمدة 30 عاما طبقا الأيدولوجية كانت تقول هي لله هي لله ولكن في الواقع كان هناك تمزيق للنسيق الوطني راقة للدماء يعني غبن في كل أنحاء السودان وفساد غير مسبوق فبالتالي حتى ضمن الشعارات الأساسية لإسقاط البشير هي التخلص من الكيزان وهو الاسم الشعبي للحركة الإسلامية السودانية والاسم الذي يتم استخدامه في المجتمع السوداني ولكن المشكلة أن هؤلاء الحركة الإسلامية كانوا قد اتبعوا استراتيجية للتمكين طوال العقود الماضية واستولوا على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقضاء والخدمة المدنية وأيضا مفاتيح الاقتصاد السوداني والتجارة وغير ذلك فبالتالي إزاحة ليس من المهم إزاحة فقط رئيس النظام أو الأسماء التي كانت ظاهرة فيه ولكن إجراء تغيير حقيقي في التوجهات والسياسات ومحاكمة من أفسده وأجرمه في وقت سابق هذا المجلس الانتقالي الذي يفترض أن يدير زمام البلاد هناك الكثير من المشاكل التي ستواجه أبرزها المشكلة الاقتصادية التي بسببها اندلعت هذه الاحتجاجات إذن لو نتحدث هنا حول الأولويات لهذا المجلس ونحن نشاهد مثلا السودان في مرحلة فراغ دي السوري أو شغور منصب الرئيس إذا صحت أنباء عن تنحي الرئيس عمر البشير إذن ما هي الأولويات لهذا المجلس؟ أولا قبل أن نصل إلى أولويات المجلس هناك مهمة صعبة للغاية وهي تكوين هذا المجلس لأن تجمع المهنيين وبمعنى أدق قوة الحرية والتغيير يعني المتحالفة تحت هذا الشعار والتي تقود الاحتجاجات إذا لم تكن شريكة بشكل فاعل وحقيقي في إدارة المجلس الانتقالي والأبنية التي سوف تنبسق عنه والقوانين والتشريعات والسياسات التي سوف يقررها ستكون هناك مشكلة كبيرة للغاية في إعادة الهدوء والاستقرار إلى الشارع وقد يؤدي هذا إلى نوع من التشرزم وأنزلاق إلى الفوضى لأنه كما ذكرنا هناك حالة من الإرهاق الكامل تمزيق النسيق الاتماعي العودة للانتماءات الأولية سواء للجهة أو القبيلة أو غير ذلك وهناك احتقان متراكم فبالتالي إذا لم يكن هناك توافق يتم بشكل سلمي وسياسات تلبي لحد الأدنى من مطالب الجميع ستكون هناك مشكلة أصلا في الاستقرار ومن ثم لن يكون هناك مجال لترتيب أو لويات أو غيرها فبالتالي الساعات الحالية هي بالغة الأهمية وبالغة الدقة وحارقة للغاية طيب ابقى معنا